أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عمق العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعادة مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات الألمانية العاملة في مصر وأعرب عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والذي يبلغ حاليا نحو 6 مليارات يورو وخلال اجتماع عقده مع رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة أوليف هوفمن أكد مدبولي أن زيارة وفد الغرفة إلى مصر تعد ذات أهمية كبيرة في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس الألماني إلى مصر والتي تأتي كأول زيارة لرئيس ألماني لمصر منذ 25 عاما من جانبها أكد رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة أن قطاع السيارات يعد قطاعا واعدا لتعاون المشترك بين القاهرة وبيرلين مؤكدا أهمية دعم توطين صناعة السيارات بما يمكن مصر من أن تصبح مركزا لصناعة السيارات وتصديرها للدول المجاورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر